أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مواطنين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ظللنا نراقب الأزمة العالمية الراهنة المتمثلة في تفشي وباء كورونا الفتاك الذي يجب علينا جميعا الوعي الكامل بالاحتياطات الوقائية ويجب تضافر الجهود الرسمية والشعبية للحفاظ على شعبنا وبلادنا الحبيبة أبناء بلادنا أدعوكم جميعا رجالا ونساء شيبا وشبابا بالتحلي بأعلى دريات المزئولية وبث ثقافة الوعي بين الجميع للخروج من هذه المرحلة العصيبة التي يمر بها العالم أجمع من هنا لزاما علينا أن نبتعد جميعا عن التعامل العفوي بمختلف أنواعه والالتزام الصارم بكافة الإرشادات الصحية والوقائية والأمنية المصاحبة التي تحد من انتشار العدوى لأن ظروفنا الاقتصادية والصحية لا تتحمل أي تابعات لانتشار هذا المرض القاتل بهذا الصدد لا بد من الإشادة بالجهود الكبيرة التي تبزلها الدولة ممثلة في مواسساتها الرسمية والشعبية والمنظمات الطوعية والمواطنين ورأس المال الوطني الذين ساهموا جميعا وظلوا يساهموا في منع انتشار هذا الوباء العضال على ضوء ذلك نعلن عن إنشاء صندوق قومي لدعم مجابهة مخاطر هذه الأزمة وهو مفتوح لكل أبناء السودان بالداخل والخارج للإزهام في تعقيد أهداف أيضا وضع كل إمكانيات الدولة تحت تصرف اللجنة المختصة كذلك وضع كل إمكانيات القوات المسلحة والقوات الأمنية الأخرى تحت تصرف هذه اللجنة حفظ الله شعبنا وبلادنا وعاجل الشفاء لجميع المرضى مختلف لقاء الأرض